إطاحة غير متوقعة برئيس الحكومة أحمد بن دغر وإحالته للتحقيق والسبب بحسب قرار الإقالة فشله في إيقاف تدهور العملة ومواجهة تداعيات إعصار لوبان الذي يجتاح محافظة المهرة وعدم اتخاذ الإجراءات الفعلية لحماية وإيغاثة سكانها الإحالة للتحقيق هي لازمة معظم قرارات الإقالة للمسؤولين الحكوميين وهي تكشف في طياتها عن صراعات تعصف بصفوف شرعية التي فشلت في إدارة كافة الملفات المطروحة على طاولتها تعيش الشرعية وحكومتها صراعات مع التحالف الذي تقوده سعودية والإمارات وتعملان على تقويض كل محاولات استعادة الدولة بسبب القيود المفروضة على أدائها في الميدان ومنعها رئيس الجمهورية من العودة لداخل البلاد خطوة يراها المراقبون جزءا من خفايا الأزمة بين الشرعية والتحالف الذي يسيطر على مفاصل البلاد الاقتصادية ومواردها قرار الإقالة لم يشمل الحكومة التي تتقاسم رجالها وولاءاتها السعودية والإمارات والتي ضاقت الأخيرة درعا بوجود ممانعة داخل الحكومة ضد أطماعها في اليمن أزمات عديدة ابتداء من مد النفوذ الإماراتي على العاصمة المؤقتة ودعم ميليشيات تابعة لها وتعطيل موانئ البلاد والسيطرة على جزيرة سقطرة ومنع تصدير النفط والغاز وانتهاء بأزمة انهيار العملة دون تدخل من التحالف لوقف الانهيار الاقتصادي تعين رئيس جديد للحكومة دون إقالة الحكومة وتعين حكومة إنقاذ مصغرة وعدم تغيير سياسات التحالف تجاه الشرعية لن يؤدي بحسب المراقبين إلا لاستمرار حالة الفشل الحكومي اليمن الواقعة تحت وصاية التحالف تحتاج لما هو أكبر من مجرد تغيير شكلي أو البحث عن كبش فداء لن يغير واقع المعاناة أو ينجم عنه مراجعة السياسات من قبل التحالف ما لم يترافق مع تعين المهندس معين عبد الملك رئيسا للحكومة عودة الرئيس ووزراء الحكومة إلى البلاد فإنه سيصبح أشبه بعملية جراحية مؤقتة لا تنهي المشكلة بقدر ما تؤجل الانفجار لفترة قادمة